تصريح لوزير الداخلية أن يقول الاتصالات الهاتفية بين المساجين ستنقطع يعني فيه اتصالات بين المساجين مخضير راحتهم وأنه يتعهد بحلها زي ما قلتوا لي رديتوا الأجهزة بناء على الطلب النوار وهذه مصيبة الطامة الكبرى لما يتكلم وزير الداخلية يقول قضية المخدرات شئنا أم أبينها فستظل موجودة وهذه أم الكوارث إن المخدرات تباع في السجن لكن السؤال وجه لمعالي الوزير الداخلية وإلى الوكيل من يدخل المخدرات من يدخلها السجن أنا المصورين المخرج ولا الناس اللي تشتغل المفروض الآن تكون هناك آلية قوية من أجهزة التفتيش وكلاب التفتيش حتى الضباط حتى المسؤولين حتى حتى كل مسؤول يشتغل في السجن يتم مراقبته ومحاسبته التليفون ينباع بالعادي التافة هذا اللي لا هو آيفون ولا هو سامن ينباع بثلاثمائة ومئتين وخمسين دينار داخل السجن المخدرات المخدرات قاعدة تنباع بأسعار خيالية كرت التليفون الشحن أنا اتفاجأت في يوم من الأيام العام أني أنا اتصال من وين من السجن المركزي يابيني أتوسط له في إعفاء أم المصائب أن تأتي اتصالات من داخل السجن أم المصائب وينقول شنها ما بينها ستظل موجودة هذا فشل حق وزارة الداخلية مقادرة تثبط السجون أم الفشل معناه فيه فساد داخل السجن وهذا المفوض فيه تحقيق من على التصريح اللي قال الوزير شوفوا التقرير لما قلت أنا التأثير النفسي أنا قصلي السجناء يعتقد أن الجهاز اللي راكب هنا أنت مركب لنا يا موجود اللي قاعد يقطع اتصالاتنا داخل هنا ما أثر علينا إذا واحد بتأثر من هالأجهزة يقول ما فيه تأثير بس نفسيا واحد مسجون فيه زنزانة يشوف الجهاز 24 ساعة يعتقد أن هذا يأثر عليه شهر شهرين راح يصدق أنه قاعد يأثر عليه ما يأثر عليه الاتصالات راح تنقطع بطريقة وبأخرى أنا أتعهد لكم أني في مجلس مجلسكم المواقر ولكن بالنسبة لتجارة المخدرات موجودة وستظل موجودة شأن قولي إلى أهل الله يا أخ الرئيس ما يصير قاطعني أخ الرئيس أنا ما قاطعتهم ساعة فأرجو من الأخوة الأعضاء لما الوزير يبدأ يرد في كلامه تقاطعونا تروح أفكارنا لك كل الحق لا تجوز مقاطعة المتكلم من زين لا تجوز بس أنا ما حكم الغاصد فيه أساليب حديثة اللي قف على الاتصالات راح نركبها إن شاء الله بس راح تركب بره السجن وراح تقطع الاتصالات وراح تيوننا وتقولون السجناء يضايقون بعد كحن نحاول جهتنا اللي نقدر عليه نسوي واللي ما نقدر راح نيكم ونطلع تشريعي مصيبة مصيبة يطلع وزير الداخلية يقول شئنة أبينة الخدرات موجودة شنو شئنة أبينة لا والله لا شئنة ولا أبينة المفروض فيها مسائلة على كل المسؤولين في داخل السجن شو ندش المخدرات شنون أصل المخدرات موجودة داخل البلد هني الطامة هني اللي نحنا نحكي فيه لازم مراقبة لازم تشديد لازم متابعة الأسواق المخالفة ما عايست بهالمكان قلت أسعار المخدرات اللي قاعدت تنباء بالكويت قلت لكم في الأسواق المخالفة في المهبولة وما زالت ساريا عاجزة الداخلية والتجارة والبلدية من إيقافة عايست وأتكلم عن أسواق الحرامية في الجليب اتكلمت وعايزت قلت فيه بقالات بخيطان فيه أماكن بخيطان فيه أماكن في المهبولة فيه أماكن في الجهرة فيه أماكن في السالمية فيه أماكن داخل الكويت بقالات قاعد تبيع المواد المخدرة عايزنا وإحنا نقول يا جماعة سيارات مهجورة بكل مكان في الكويت روحوا الاشويخ روحوا الري روحوا المهبولة روحوا المنقف روحوا بوحليفة روحوا بكل مكان حتى داخل مطار الكويت الدولي سيارات مهجورة وباصات قاعد نعرضها مهجورة ما ندريش اللي فيها قاعد تباع فيها مواد مخدرة قاعد تباع فيها مخدرات العمارات المهجورة قاعد تباع فيها وتخزن فيها وعن طريق التليفون قاعد تباع المخدرات ايه سويته قاعد نصيد البنغالي والهندي والمصري اللي قولك اللي دخلوا المخدرات هالكونتينيرات تم القضي ايه كم كونتينير ديش البلد وراح افتح عن قضية مطار الكويت والجمارك راح نفتحها قانقري بس خلص العياد الوطنية راح نتكلم عن هذا الموضوع يا جماعة الموضوع خطير تصريح وزير الداخلية يقول شئنام ابينا هذا فشل ايش حقق قاعدين يا الداخلية ايش حقق مكافحة المخدرات قد مستخدرات قاعدوا ببيوتكم مقادرين تسيطرون على السجن ايش تسيطرون على بلد وتمنعون المواد المخدرة حرام عليكم شئنام ابينا انا هذا التصريح المفوض الوزير يكون على منصة الاستجواب شئنام ابينا بناء على تصريحة خطير الموضوع اللي يصرع فيه جدا يفشل لك اشتبنا انحكي انحكي قالك انت ضد المصلحة العليا اي مصلحة عليا بقى فيها مصلحة عليا اي بقى فيها مصلحة اللي مقادرين السجن نحمي من دخول المخدرات شئنام ابينا شعارنا اليوم شئنام ابينا اشتركوا في القناة